مهم طيب احمد يحيى حارس مرمى الاتحادات وعرفين الموقف اللي حصل والهتافات اللي ضده مش عايز يتكرر الكصة تانية هو تراجع عن الاعتزال وكتب على صفحيته على فيسبوك انا بعبر عن شكري وتقديري الى جمهور الكرة المصرية بكافة المشجعين في كل الفرق بكافة انتماءاتهم بصفة عامة وقال كمان ان انا بشكر السيد الاستاذ محمد مسلح رئيس نادي الاتحاد اسكنداري ومجلس دارة المحترمين وجمهور نادي الاتحاد اسكنداري العريق بصفة خاصة على الدعم والمسندة المستمرة خلال الفترة الاخيرة وتقديرا واحتراما لاراء معظم السادة الرياضيين وزملاء اللعبين والجمهير المخلصة والاصدقاء المقربين لي وعائلتي الحبيبة الذين قاموا بنصيحتي وتوجيه بعادة النظر في قرار باعتزال قرة القدم خلال الفترة الحالية فقد قررت التراجع عن قرار الاعتزال وعدم التصرع في اتغاذ هذا القرار في ظل الظروف النفسية العصبية التي مررت بها وانتعز هذه الفرصة اللي اعرب لكم جميعا عن فوق التقدير والمحبة والشكر لكل من ترحم على اخي المخفول له باذن الله سعيد يحيا سعيلا الله لكم مزيدا من العون والتوفيق كان متوقع يعني كان متوقع انه هي في لحظة عصبية واللحظة الزعل والله يكون فيهونه بصراحة بكل الظروف دي انه اعتزاله هيبقى قرار فعال وعودتهم من الاعتزال قرار متوقع وطبيعي حارس محترم حارس كبير الله يكون فيهونه ظروف صعبة ومش عايز عيد الكلام عن القصة دي تاني اللي حصل حصل خلاص جميع الاتحاد جميلة عظيمة وهو ايضا حارس رائع وكبير